هقول لك رأيي بما يرضي الله بما يرضي الله ومش هجمل ومش ها مش ها يعني هقول لك الرأيي وخلاص وعملي لله ما ليش دعوة ولا ببريرة ولا اتحاد كورة ولا مين اللي عايز حكام أجانب أهلي ولا زي ما ليش بش خشي لك في القصة دي خالص أنا الموضوع عندي بمنتهى البساطة من كام يوم عمالين كلنا نقول يا حلوة الحكم المصري يا حلاوة يا جماله يا عظمته يا إبداعه في كاس الأمام الأفريقية الأخير كل اللي شاركوا في هذه البطولة صح كده حكامنا المصريين دول اللي أدوروا مباريات الأهلي والزمالك والأهلي والبرامدز والسوبر وكل حاجة في الشهور والأيام اللي فاتت وبرضه كانت الأمور بتعدي حلو والحكم المصري لما بيدين مباريات كبيرة زي دي اللي هو الأهلي وزمالك كمة الدوري المصري اسمه بيكبر في القرى الأفريقية وبيكبر عالميا ونحن داخلينا على كاس عالم وعايزين يبقى ان شاء الله دينا حكام مصريين في هذه البطولة كاس العالم اللي جاي ليه بقى؟ ليه نجي بقى جانب؟ بالراحة بس يعني أنا أنا مع فكرة إنه يا عم رايح دماغك عشان ما حدش يجي بعد المطش يقول لك أصله ده ظلمني وده أهلي الحكم ده أهليه والحكم ده زمالكاء والحكم ده أجي على أنا فاهم فكرة تريح الدماغ دي أنا فاهمها بس ليه؟ ما أقول ليه لا حلوة على بعضها؟ المبارشة كلا حلو تنظيم شكله جميل ورائع الجمهورة هيبقى مالي المدرجات وكل حاجة ماشية كله كسبان في الناهل زي الماء كله 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 طلعت إن شاء الله كسبان وهتبقى الليلة حلوة ما يعني ننزع على حكامنا ده أهم يعني بيكتهدوا بيشتغلوا الشغل والتعب ده كله عشان مستنين مباراة زي دي معلش أنا أنا يعني ايه؟ أنا الأول مرة أبقى منحاس جدا للحكم المصري قوي في مباتل أهل الزمالك بس الدنيا مشت وبعدين فيه نقطة لازم حلوك تبقى فاهمة زمان لما كنا بنجيب حكام أجانب وباتل أهل والزمالك ما كانش فيه بار فالحكم اللي بيغلط غلطة كبيرة بدون ما يقصد يعني خلاص شالها وكلها بنقعد نقول ونعيد لكن الوقت كمان بقى فيه بار بقى فيه وسيلة مساعدة يعني الحكم ما شافش ضرب الجزاء الفار هيرجعوا الحكم ما شافش طرد الفار هيرجعوا الحكم ما شافش أوفصيد الفار هيرجعوا فما بقاش فيه مساحة كبيرة أول الخطأة فيه أقطاة وهتفضل موجودة في العالم كله بس المساحة الصغرة أوجي فبصراحة أنا كان نفسي بقى تاقيم تحكيم مصري لهذه المواجهة ويعني يعني ماشي تعدي بس حبوا الحكم المصري شوية أنا بقولك كل يعني حبوا الحكم المصري شوية أنا هقولك في رأيي المباراة اللي جاية بين الأهل والزمالك لو بيطاقم تحكيم أجنبي غالباً بريرا بيش هيبقى موجود في لجنة الحكام المصري وده رغبة التحاد كله أنا أقول لكم الكلام ده من بلدي عشان هو مصر ومصمم أن يطاقم تحكيم مصري اللي يدير هذه القمة وأعمل بكرة اجتماع مع الحكام المصري بيقوله يعني عشان يتكلم على لوائح وأخطاء وحاجات وبتاع بس غالباً أتصور يعني لو تم الحكم أجنبي غالباً بريرا هيبلغ واستقلته لاتحاد الكرة والحكام المصري تصوري توقعي دي توقع وإن كنت من كام يوم كنت بقولك أنه العلاقة بين اتحاد الكرة وبريرا هي أصلاً مش أحسن شيء فالراجل كمان يعني أيامه معدودة أنا كل يوم بقولك أنه أيامه معدودة يعني فدي غالباً اللي هتبقى النهاية تصوري يعني الراجل كان بيصبرته وبيدعم دائماً الحكامه وقوله أصار في البطولات الأخيرة والمبطولات الكبيرة الأخيرة أن حكام مصرين هم اللي بيديروها بس واضح أنه ربما عشان محدش يبقى زعلان لأهلي ولا زمالك خدوا حكام أجانب ومش مشكلة لحكام المصري للأسف يا أخي ماشي